على مدى أكثر من عام ونصف من المواجهات بين قوات الجيش والميليشيا لم يتغير كثيراً واقع المعارك على الأرض يقول متابعون ولم تشهد المواجهات تطوراً لافتاً من حيث الشكل الاستراتيجي إلا بعد اشتداد مسرح العمليات العسكرية في الساحل الغربي الذي يضم مضيق باب المندب وميناء المخى أحد أهم موانئ البلاد ومع ارتفاع وطيرة اشتباكات الساحل وإعلان قوات الجيش سيطرتها على مناطق واسعة من مدينة المخى شهدت المواجهات تطورات تكتيكية كثيرة من حيث التقدم ومن حيث الاعداد أيضاً لشكل المعركة لعل من أهم تلك التطورات مشاركة بارجات حربية وطائرات قتالية من نوع الأباتش القوات الانقلابية وبعد أسبوعين على بدء العملية العسكرية التي أطلق عليها الرمح الذهبي أطلقت تهديدات للبوارج التابعة للتحالف والتي شاركت في معركة تأمين الساحل أيضاً وأمام هذه التحولات أعلنت قيادة التحالف العربي تعرض فرقاطة سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة لهجوم من قبل ثلاثة زوارق تابعة للميليشيا وأكدت في بيان لها مقتل اثنين من أفراد طاقم السفينة وإصابة ثلاثة آخرين وبحسب البيان فإن السفينة السعودية واصلت مهمها الدورية في منطقة العمليات وأما من حيث المسرح العملياتي في هذه المناطق أعلن ناطق المنطقة العسكرية أن قوات الجيش حققت انتصارات ميدانية كبيرة وأنها أعطت الحكومة الشرعية ثقل الحضور هذه المرة في المعادلة السياسية بتحرير منطقة باب المندب الاستراتيجية وصولاً إلى تحرير مناطق كثيرة في مدينة المخار تطورات متسارعة في الساحل الغربي المنطقة التي تمتلك جغرافيا مفتوحة للمواجهات وتقدم ربما أصبح ملحوظاً لقوات الجيش هذه المرة وفي خضم ذلك يرجح محللون عسكريون أن المعركة ستحمل شكلاً آخر في المستقبل حال توفرت الإرادة والتخطيط للحسم العسكري خصوصاً وأن تحالف الانقلاب لم يعد يتمتع بالقوة العسكرية التي تمكنه من ترجح كفة الصراع لصالحه في هذه الجبهة اشتركوا في القناة